اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخواته متابعيني عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ورضا من الله زي ما أنتوا شايفين النهاردة هنعمل بإذن الله وجبة كينتاكي مش هتخليك تفاكرة تشتري من برتين أنا معي ثلاث فرخات لازم يكون فراخ كينتاكي أحجام صغيرة دي الفرخة كيلو وربع أو كيلو ونص في كيلو وربع وفي كيلو ونص أنا هقطعها هقطع الفرخة على تمن كطع لازم تكون كطع صغيرة طبعا هشيل أي ازيادات هشيلها وأقطع كده الوراك هقطع كل وركة على كطعتين وبرضو الكتف برضو يبقى على آآ أربعة برضو أطعوا برضو على كل وركة اللي هكيد فعلي كطعتين وده كمان برضو اهو كده خلاص انا خلصت آآ الفراخ كلها طبعا انا هفتحها كده فهعمل فيها فتحات بالسكينة عشان التدبيلة تدخل آآ جوة اللحم وتشرب كده خلاص طبعا الفراخ مغسولة وباللمون والملح والدقيق قبل ما استعملها خلاص وبعد ما قطعتها برضو غسلتها تاني طبعا انا جبت آآ اتنين كيلو من الحليب آآ هضيف عليهم البهارات طوم بودر بصل بودر زعتر بابركة فلفل اسود وملح طبعا نقلب البهارات دي كلها مع الحليب وهضيف برضو معلقة من الخل لان الخل برضو بحفظها لانها بيتها في التلاجة للكاملة وتاني يوم هستعملها على طوال هنزل بكتعة دي كلها كده في الخليط وهغلفها باستراتش وآآ ابيتها اللي كاملة في التلاجة عشان تترب من التدبير كويس كده خلاص ده تاني يوم بإذن الله انا طلعتها ومن الخليط وحطيتها في مصفة ويجبت كيلو دقيق طبعا كيلو دقيق اربع كبيات اربع كبيات حطيت لكل كباية معلقة كبيرة نشا وحطيت برضو نفس البهارات بس اضفت معلقة من الكركم لان الكركم بديها لون دهب كده جميع وهنا برضو معي اربع مكعبات من المرأ ده طبعا ببق اساسي مكعبات المرأ في وجبات كنتاكي طبعا انا هفرقهم كده بايدي الاول كل كباية دي عليها معلقة نشا اقلب المكعبات الماجي مع التوابل مع الدقيق مع النشا ده طبعا الخليط اللي انا هلف بيه الفرين عشان تديكي الطعم المطلوب طبعا انا مش ربا من التدبيلة لانها بايت يوم كامل في التلاجة فطبعا انا مش ربا من التدبيلة كو ايه على طول يعني جبت مفرش افرشو على الرخامه عشان لما استعمل الدقيق ما فيش حاجة تعفر حواليا يبقى كل حاجة برحتي يعني وهنا طبعا جبت بولة فيها مية انا اخد كطع من الفراغ انا ازدلها في الدقيق وبعد كده هنفضها ونزلها تاني هنزل بها في المية ثلاث سواني بس واشيل من المية على طول وحطها في الديق تاني ده كله بيعمل طبقات على كطعة الفرية وبيخليها مقرمش وينزل بفي المية تاني واشيل من المية حطها برضو في الدقيق وغمرها في الدقيق واشيل ونفض تاني وحطها تاني واشيلها ونفضها تاني ده اللي بتعملك الكفر بتاع الطبق اللي بتبقى على الكنتك زي ما هنو شايفين اهو شفت شكله بيبقى عاملش زي قدها التعوجات اللي عليها دي بتبقى هي المطلوب جربوا الطريقة دي هتلاقيها جميلة مش هتخليكوا اتفكرتوا اشترا من بره تاني خالص شلتها برضو من المية حطتها في الديق تاني ونفضها برضو وانزل في المية تاني عشان تعمل الطبقات المطلوب كده خلاص انا جبت حل على النار اللازم يكون زيت غزير عشان تغطي كتعة الفراغ كلها طبعا يمكن زيت مغلي بنزل به في كتعة الفراغ وبعد كده بسيبه دقيقتين في الزيت المغلي وبعد كده اهدى على النار واغطي عليه وابدانه ربع ساعة على النار عشان يستوي ما يبقاش ناية من جوه زي ما انتم شايفين ان اللونها جميلة هو بس انا سيبتها كمان شوية عشان اخد الشكل اللي يكون مزبوط اهي كده خلاص زي ما انتم شايفين كده هو ده الشكل المزبوطة هو طبعا قبل ما تطلعيها بتروحي معالية عليها النار كمان برضو ايه تاخدو الارماشة برضو بعد كده نطلعها مزين طبعا البطاطس يتم قتم اشارها وحطت عليها المعلقة الملح ومعلقة خل عشان احنا عارفين طبعا ان واجبة كنتكة بتبقى جنبها بطاطس برضو عشان نعمل واجبة متكاملة طبعا علما البطاطس نقاح شوية في الملح وفي الخل هعمل الرز بتاع كنتك طبعا حطت كتعة زبدة وشوية زيت على النار خلاص زبدة ساحت معي انا كنتم قطعها بصلتين كبار فانزلت بهم في الزيت طبعا انا مش هحمرهم يدب بس تشويحة بسيطة كده بس هنزل الاول بالبغارات اللي انا هضيفها الاول على البصل حطيت واحدة بس من ورق اللورة ويعود ارفة خشب ومعلقة كركم ومعلقة كاري ومعلقة ارفة ده كله معلقة صغيرة من الكاري ومعلقة صغيرة ارفة ومعلقة صغيرة من الكركم طبعا الملح هزبطه في الآخر بعد ما حطوا الرز هشوح البهارات كده مع البصلة ده دول طبعا كبايتين رز من الرز البلدي غسلته على طول وصفيته ده معلقة من دبس الرمان على معلقة عسل اسود وهنا معلقة صغيرة طبعا عشان يديك الكوام المطلوب والشكل بتاع الرز الكنتكي نضيف عليه الحاجات ده عشان تطلعوا في الآخر زي وبالضبط هقلب الحاجات ده كلها مع بعض طبعا دي مية مغلية آآ كبايتين الرز دي يبقى كبايتين مية لكن لو رز باسمتها هيوبقى أربع كبيات مية وكده خلاص الرز استوى معي اهو هحمر بقى البطاطس هنزل البطاطس في الزيت وزي ما انتم شايفين كده خلاص وجبة كنتاكي ما خدتش وقت وعلى طولة هي ادي البطاطس المحمرة انا حطتها في علب كنتاكي عشان ما نحسش بالفرق وكده قطع الفراخ برضو زي ما انتم شايفين اها مقرمشة برضو والكاتشاب والرز رز الريزو لو عجبكم الفيديو الاول مرة يشوف القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان اشتركوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة وبركاته